اشتركوا في القناة التي تم الانتهاء من مناقشتها في مجلس النواب وذلك لقلة المواضيع التي ترد إلى مجلس الشورى مع الأسف الشديد من هذه المنصة أود أن أقول بأن التشريعات شحيحة جدا ولا يحول لدينا شيء من الأخوان في مجلس النواب وتعرفون أن مجلس النواب هو المنبع وأحنا دورنا شركاء في التشريع فقط فنعتمد على مستوى إنجازهم بالنسبة للتشريعات فأنا من هذا المنبر أناشد الأخ العزيز الكريم رئيس مجلس النواب بإعطاء التشريع اهتمام أكبر حتى نستطيع فعلا أن نؤدي دورنا كسلطة تشريعي ثم انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لينتهي الأمر بالموافقة على المرسوم بقانون طبعا هذا المرسوم جاء أحد مخرجات وتوصيات المجلس الوطني اللي عقد في 2013 في رمضان 2013 لحماية المجتمع من الجرائم الإرهابية تناول عدد من المواد تعديل في عدد من المواد وتشديد عقوبة فيها وكذلك مسمى المحكمة المختصة بالجرائم الإرهابية وتعيينها كيف يكون وكذلك ضمانات المتهم وتشديد العقوبات في البقاء وإضافة مادتين مكررين وهو مواد 2 مكرر و27 مكرر بعد موافقة مجلس الشورى على المرسوم بقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية انتقل المجلس لمناقشة المشروع بقانون بتعديل الرواتب التقاعدية للشوريين والنواب ليأخذ حيزا كبيرا من النقاش فبين مؤيدا يرى أهمية إعادة تنظيم صرف مكافآة التقاعد للشوريين والنواب ومعارضا يرى أنه من الخطأ مناقشة تحسين تقاعد الشوريين والنواب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة قرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة الوجهة النظر الأساسية فيه أنه هو إعادة احتساب وليس زيادة في الرواتب وليس زيادة في المخصصات أو زيادة في المزايا هو إعادة احتساب معاش التقاعد لأعضاء مجلسي الشوريين والنواب والعضاء المجلس البلدية ونعتقد من وجهة نظر أن هناك خلل لا يتفق مع عدالة الاحتساب اليوم بعد تأجيل المشروع المزيد من الدراسة كل ذلك في سبيل إيجاد صورة وصيغة تصب في خدمة هؤلاء الأعضاء وأيضا تصب في خدمة الوطن من ناحية اقتصادية خصوصا أننا نمر بظروف استثنائية اقتصادياً كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص رعاية وتأهيل التشغيل المعاقين حيث وافق أعضاء المجلس على الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تغيير تسمية المعاقين أينما وجدت في القانون إلى عبارة ذوي الإعاقة سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين